هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى وكذلك للبن أن يحج عن أبيه وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاد قد أدى فريضة الحج عن نفسه وفي الصحيحين من حديث النعبات رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ما أمتت فأدن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها نعم يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغين نعم ولو كان لها إخوة ذكور بالغين يعني لا تلزم هذه الوظيفة الرجال لكن يقوم بها الرجال والنساء ولهذا سألت امرأة من خفعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحد شيخا لا يذكت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم سألن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل ولكن يسترط لها المحرم نعم عبد من المحرم في كل سفر سواء سفر الحج أو غيره وسواء سأفر الإنسان سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيره يقول بأن والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات ولم تؤدي فريضة الحج وأريد أن أحج عنها فريضة الحج وأنا لم أتزوج ولم أحج عن نفسي فهل يصح أن أحج لها والأمر كذلك أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا أولا لا بد أن نسأل عن هذه الوالدة هل الحج فريضة عليها أم لا لأنه ليس كل من لم نحج يكون الحج فريضة عليه لأن من شرق الحج أن يتوفر عند الإنسان مال يستطيع به أن نحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الأصلية فنسأل هل أمك كان عندها مال يمكنها أن تحج به إذا لم يكن عندها مال يمكنها أن تحج به فلس عليه الحج فالذي ليس عنده مال ينحج به ليس عليه حج كالفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه ذكاء وقد ظن بعض الناس أن الحج فريضة على كل حاج ورأوا أن الإنسان إذا مات ولم حج فإن الحج باق في ذمته فريضة وهذا ضمن خطأ الفقير لا حج عليه ولو مات لم نقل إنه مات وترك فريضة كما أن الفقير لو مات لا نقول إنه مات ولا مزك فلنقول من ليس عنده مال فلا زكتا فنحن نسأل أولا هل أم كانت قادرة على الحج ولم تفج حتى ماتت أو أنها عاجزة لس عندها مال فالحج ليس في ذاتنا عليها وحينئذ لا تكون في قلق ولا تكون مزعجا من ذلك لأنها ماتت وكأنها حجة ما دامت لا تفج حج وعلى الاحتمال الأول أن عندها مالا تستطيع أن تحج به ولكنها لم تحج يحج عنها من تركتها لأن ذلك دين عليها وإذا لم يمكن كما هو ظاهر السؤال فإنه لا يحل لك أن تحج عنها حتى تحج عن نفسك تحج عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقول لبيت عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من شبرمة قال أخلي أو قريب لي قال له أحجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك فلا يحل لك أن تحج عن أمك حتى تؤدي الفيضة عن نفسك ثم إذا أديت الفيضة عن نفسك فإن كنت في حاجة شديدة إلى النتاح فقدم النتاح لأن النتاح منها الضروريات أحيانا ثم إن تيسر لك أن تحج عن أمك بعد ذلك فحج بارك الله فيكم